اذا احبابي الكرام المصدر الاول لقواعد القانون الدولي هو المعاهدات الدولية وقلنا بان المعاهدات قد تكون عامة بين جميع الدول تسمى المعاهدات العامة او الشارعة او تكون معاهدات خاصة بين دولتين وحدتتين وهذه معاهدات تتعلق بشؤون خاصة كمعاهدات ترسيم الحدود ومعاهدات التحالف مشترك ومعاهدات تجارية ومعاهدات توادن ثقافية الى غير ذلك وقلنا بان المعاهدات قد تكون جماعية بين مجموعة عدد غير محدد او غير محدود من الدول او وقد تكون معاهدات ثنائية بين دولتين وقد تكون معاهدات مفتوحة ومعاهدات مغلقة هذه المعاهدات حكر على اصحابها الذين قاموا بعقدها وقد تكون مفتوحة اي تسمح لغير الموقعين عليها للانضمام لاحقا الى هذه المعاهدة والتوقيع عليها او الانسحاب من هذه المعاهدة هناك احبابي الكرام بعض التعريفات والمسميات التي تتعلق بالمعاهدات الدولية من هذه المسميات مسمى الاتفاق الاتفاق يطلق على الوثائق الدولية التي لا تكون لها صفة الرسمية الاتفاقية الدولية هي اتفاق يطلق على الوثائق الدولية التي يكون الغرض منها وضع قواعد قانونية تسري على اكثر من دولتين الميثاق او العهد اصطلاح يطلق على المعاهدة التي تتمتع باهمية كبيرة في ميدان العلاقات الدولية خاصة تلك التي تنشأ بموجبها المنظمات الدولية مثل ميثاق الامم المتحدة الميثاق اذا يكون توقع عليه كثير من الدول عندما يسمى البروتوكول يطلق على الوثيقة التي يثبت بها موجز المفاوضات بشأن موضوع معين او اتفاق على مسائل متفرقة ايضا هناك التصريح الجماعي التصريح الجماعي يطلق على الوثيقة الدولية التي يكون الهدف منها التأكيد على مبدأ معين او تثبيت قاعدة قانونية تتبعها الدول في علاقاتها المتبادلة الى غير ذلك من المصطلحات التي تتعلق بموضوع القانون الدولي الان اذا ارادت دولتان او دول عقد معاهدة ما هي المراحل التي تمر بها هذه الدول حتى تصل في النهاية الى المعاهدة الحقيقة هناك عدة مراحل المرحلة الاولى مرحلة الاتصالات حيث تتواصل الدول مع بعضها البعض لتتواصل فيما بينها الى اتفاق دولي بعد ذلك مرحلة المفاوضات تتبادل الدول المشتركة في المعاهدة ووجهات النظر بقصد التوصل الى اتفاق دولي بعد ذلك يسجل الاتفاق في مستند او وثيقة ويوقع عليها ممثل الدول المتعاقدة ويسمى هذا العمل بتحرير المعاهدات بعد ذلك تكتب الديباجة الديباجة هي المقدمة التي يكتب فيها مضوع المعاهدة مع ذكر الاسباب الباعثة على هذه المعاهدة بعد الديباجة بمثابة مقدمة تأتي الاحكام وهي صلب المعاهدة وهي عبارة عن المسائل التي اتفق عليها الفريقان وتكون على شكل فقرات متتالية بعد ذلك تكون الخاتمة وتشتمل على توقيعات ممثلي الدول المشتركة في إبرام المعاهدة قد يكون التوقيع عليها بالأسماء كاملة وقد تكون بالأحرف الأولى بمعنى أن هناك فرصة لممثلي الدول للعودة إلى حكوماتهم بالتشاور فإذا وافقت الحكومات ووافقت الجهة التشريعية التي هي البرلمان على هذه المعاهدات يتم التوقيع على المعاهدة بشكل كامل بالأحرف كدها بمعنى بأسماء الصريحة المباشرة بعدما يوقع على المعاهدات هناك مرحلة تصديق المعاهدات والتصديق يقصد به إقرار الجهات المختصة داخل الدولة بأن هذه المعاهدة ترضى عنها الدولة ويرضى عنها البرلمان الداخلي وبالتالي تصبح هذه المعاهدة ملزمة للدولة الموقع عليها ولابد أن يكون تبادل التصديقات من الطرفين من الجانبين أو الجوانب المشتركة في المعاهدة بعد أن تصدق المعاهدة ننتقل إلى مرحلة تسجيل المعاهدات ونشرها وذلك بأن تسجل المعاهدة في الأمان العامة في هيئة الأمم المتحدة وأي فرع من فروعها والهدف من تسجيل الاتفاقيات هو إنكار أي اتفاقيات غير معلنة اتفاقيات سرية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف وتتضمن مؤامرات بعض الدول على غيرها أو اتفاقيات تهدد السلام والأمن الدولي وهذه معاهدات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة فهي غير معتمدة لذلك الاتفاقيات تكون عالنية جهرية مصدقة وتطلع عليها الدول ومسجلة بعد ذلك في في أمانة هيئة الأمم المتحدة ما هي شروط صحة المعاهدات ما هي شروط صحة المعاهدات الشرط الأول لصحة المعاهدة أهلية الدول المشاركة في توقيع المعاهدات معنى أهليتها أن تكون الدولة الموقعة على المعاهدة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة أما الدولة ذات السيادة الناقصة فلا تعقد معاهدات لأن أمرها في يد الدولة المستعمرة أو الدولة المتحكمة بها الشرط الثاني لصحة المعاهدات الرضا الرضا والرضا يكون من خلال ممثلي الدول الذين يملكون سلطة إبرام المعاهدات في حالة تم إجبار دولة على توقيع معاهدة فوقعت عن معاهدة مرغمة فما الحكم اختلف فقهاء القانون الدولي في ذلك إلى فريقين الفريق الأول يرى إلى أنه أن الإكرار لا يبطل هذه المعاهدة وإنما تبقى المعاهدة سيدة المفعول لأن عدم الاعتراف بالمعاهدة الواقعة تحت الإكرار يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع في المحيط الدولي ودليلهم على ذلك المعاهدات معاهدات الصلح التي توقع بين الدول وهذه المعاهدة غالبا تكون نتيجة الإكرار الناشئ عن هزيم الدولة أمام الدولة أخرى أو دول منهزمة أمام الدول أخرى في الحرب وبالتالي هذه المعاهدات موجودة وموقع عليها مثل المعاهدة التي وقعتها ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية والمعاهدة المذلة التي وقعتها اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث ناقزاكي وهيروشيما فالفريق الأول يرى أن المعاهدة التي توقع بشكل مكره من قبل الدول المنهزمة هي معاهدات صحيحة بينما الرأي الثاني وهو رأي فريق من فقه القانون الدولي يرون أن الإكراه يتنافى مع العدالة والمساواة الإنسانية والاستقرار الدولي يبغي أن يقوم على أوضاع عادلة في أن الأوضاع الظالمة لا يعد استقرار توقيع المعاهدات الظالمة لا يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية وقد أيد هذا اتفاقية فيينا موسيقى موسيقى موسيقى